الظروف التي سبق التعيين أو قدوم بيتكوفيتش كان فيه جدل كبير هل مع المدرب سابق هل يبقى هل يرحل المعارضين لبقاء المؤيدين له كان فيه جدل كبير خاصة على وصائل التواصل الاجتماعي كان فيه جدل كبير وكان فيه خلافات وحتى انقسامات بصراحة هذه هي الحقيقة إذن الظروف التي سبقت بيتكوفيتش لم تكن ملائمة جدا لم تكن مساعدة بصراحة كان مناخ فيه بعض التعفنين صح القول لأنه كانت فيه أجنحة ديكلون وخفنا حتى أن ديكلون هدون الخوف المنتخب من كان مع بالماضي من أنه يؤيد راحية بالماضي أهدية الحقيقة إذن انتلاقا من هذا المدرب الجديد لما يأتي وش يحوس يدير يعني على الأقل يحوس على استعادة الهدوء يعني استعادة الهدوء استعادة الثقة ثقة الجماهير ثقة وسيل الإعلام ثقة الرأي العام الرأي الرياضي لأنه مهم جدا أن تستعيد هذه الثقة أو تلقى هذه الثقة أو تلقى تجاوب على الأقل من أطراف معينة خاصة الجمهور يعني الجمهور الجمهور كان عنده دور مهم يعني دور مشجع في تحفيز اللاعبين طبعا المدرب لا يعرف اللاعبين يعني بصفة دقيقة لهذا منقوش كان له يعني دور كبير في التعتير على نتيس الموبرات الفوز على بوليفيا أو حتى في التعادل أمام جنوب إفريقيا أمام بوليفيا صحيح البداية كان لم تكن يعني مباراة يعني لم تكن قوية بالنظر إلى حجم المنافس وحتى منتخبنا لأن منتخبنا كان متأثر نفسيا الكل كان يعني ينتظر ردد فعل الجماهير ثم اللاعبين والمدرب كيف ستعمل مع هذه الظروف في المباراة الثانية أعتقد الفوز أمام بوليفيا يعني أعطاه شوية الثقة أعطاه شوية يعني أسمح للمدرب من التعامل ربما بأفضل طريقة في مباراة جنوب إفريقيا ليشفنا شوية ثانية يعني بصراح المتخبون كان في شوية ثانية يقدم مباراة هجومية يعني ممتازة ولكن في الشوية الأول مرة أخرى المشاكل الدفاعية مثلما كان في مباراة بوليفيا لاحظناها أيضا في مباراة جنوب إفريقيا ولما نتكلم عن المشاكل الدفاعية أنا لا أتكلم فقط على خددفاع مثلما قال بيتكوفيش وإنما المنظومة ككل منظومة لعب المنتخب اليوم بحاجة إلى مراجعة ولهذا أنا أقول أنه عامل كبير لا زالين تدر بيتكوفيش لا يجب أن ننخدع بالعمل الهجومي أو باللقطات الهجومية أو بالرغبة والحماس الذي أبداه اللاعبون خاصة اللاعبين الشباب ولكن لابد من التركيز على الجانب التكتيكي وهذا عامل كبير ينتظر المدرب والطاقم الثني لأنه في المباراة القادمة يعني ستكون في حسابات تكتيكية كبيرة المساحات التي شفناها مثلاً أمام بوليفيا أو جنوب إفريقيا ما رحش تكون نظن هذه قراءتي المتوضعة جداً أنا لست لا أملك الكفاءة الفنية للخوض بالتفاصيل في هذا الموضوع ولكن أنا نقول أن القادم سيكون أصعب نتمنى فقط أن المدرب استخلص الدروس واستخلصها يعني بعض أو وقف على بعض الحقائق لتخليه تعامل بأفضل طريقة ممكنة في المباراة القادمة شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة